الدين ده صح في صالح وفي غير صالح ما انكرنا الصلاح لكن الصالح ده لي نفسه من عمل صالحا فلي نفسه ومن عساء فعليها التعاصي وده صالح يخلوكم سوا هم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دين في الأرض هم نجعل المتقين كالفجار ويعمل صالح بقى صالح تمام لي نفسه ما لي كتا رسول عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ده في صيح مسلم يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا ده في صيح مسلم أبو فاطمة صلى الله عليه وسلم قال لي فاطمة رضي الله عنه أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا قيامة دي لو قامت لا شيخ بن فعت لا فكيه لا حجاب لا بغرة لا تراب لا كبة لا غيره عقيدتك في الله بس الله بنجيك بالعقيدة والتوحيد والعبادة والعمل الصالح وبرحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم قلب دلو شقوه فيو العقيدة الصحيحة فيو التوحيد مش تدعلك ببشر والله ديل يجروا منك كلهم أي زول ماسك للشيخ يوم القيامة بيجر منه أقرأ سورة عبسة فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه يفر يفر دي شرحوا كيف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه ظل بيجر من أمه بيجر من أبو بيجر من أخو بيجر من زوجته بيجر من ولده ليه بيجر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما فاضله بيجر من أمه يجف له الحوار بتاعه دي حسنات يجف له ينجيه والله الذي لا إله غيره هؤلاء الناس كأنهم لا يقرؤون كتاب الله قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما تفكر في الآيات والأمر يومئذ لله قال تعالى في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى صحف فيه شنو ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى السعيت وإتا مش السعى عليك الشيخ قال تعالى في القرآن إن يوم الفصل سماو الفصل إتا ماسك في الشيخ ما إتا البمزك يعني إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ما تقول لينا دي الأجداد ودي الشيوخي اليهود قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام قالوا فيهم كلام ما فيهم كلام والنصارى قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام فيهم كلام ما فيهم كلام الله قال له تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أي زول بحسابه أي زول بدربه